ما هي أهمية هذه المخطوطات؟ مخطوطات نجاح حمادي دي اتشافها المزارع محمد السمين عن طريق الصدفة ده كان سنة 1945 كان في حمر ادوم بنجاح حمادي المخطوطات دي تعتبر بتسمى مخطوطات نجاح حمادي أو مكتبة نجاح حمادي طبعا هي عبارة عن مجموعة من النصوص الاغنوصية أو الاغنوستية اللي هي كمان بنسميها المذهب العرفان أو المعرفة وطبعا المذهب الغنوصي ده عبارة عن مجموعة من الأفكار والأنظمة الدينية اللي اندمجت في أواخر القرن الأول الميلادي بالطواقف اليهودية وديت ظهور المساحية المخطوطات هنا بتضم عبارة عن 12 بردية من البرديات كانت موجودة داخل زلعة أو إناء فخاري مقفول وكمان حنلاقي فيها 52 مقالة معظمها باللغة أو النصوص الغنوصية وكمان حنلقى ثلاث مجموعات خاصة بهيرمس وحنلقى كمان ترجمة جزئية لكتاب الجمهورية لأفلاطون الجزء الأول مكتوب بجزء مخصص بمكتبة النجا حميتي في مجموعة من النصوص البرديات تتعلق أيضا بما يسمى بالأناجيل المزورة أو المزيفة مصبوط هو البرديات دي مكتوبة باللغة الإبتية من القرن الثالث الرابع الميلادي وأهم حاجة هي كان فيه نسخة كاملة لإنجيل تومة النسخة دي الوحيدة المكتملة الموجودة من مجموعات نجا حميتي لكن للأسف أدان البابا أساناسيوس الأول استخدام الكتب الغيركنيسية أثناء خطابه في عيد الفصح سنة 367 فهي دفنوا الكتب دي في الأرض وفي منطقة حمرة